هل فعلاً إحنا استمرنا بالتعامل باليورو بدلاً من الدولار؟ والله هذه بصراحة أكون شوية صريحة أكثر من هذا هذه من تنطي الخبج مول خباستة أنت تتحدث عن قطرة بحر ماذا تتحدث أنت على الاقتصاديات بالعالم؟ تتحدث عن عشرات التريليونات شنو قيمة النفط العراقي ولا النفط الليبي؟ شنو قيمته عشر مليارات عشرين مليار هذه لم تأثر نهائياً هذا الموضوع حقيقةً طرح أنا أذكر في شهر سبعة يعني قبل غزو الكويت طرح بوقت الرئيس قدام أنه درسوا إمكانية الانتقال من التعامل بالدولار إلى سلة من العملات أو غيرها أحنا في وزارة النفط كان أنه رأي معاكس لا يمكن أن تغير بالمناسبة يعني أنت أمريكا لن تسمح بهذا لن تسمح بهذا لأنه تأثر هذا يدخلنا بإرادة ومصف ومناقش لموضوع الدولار وخيمته بالذهب وشون نيكسن تغير في عام 73 ونتيجتها هذا أيضاً واحدة من النقاط التي تعتبر بالضد من النظام السابق أنه حاول السعي لتغيير عملة الدولار كعملة لبيع النفط وقع بها أيضاً منه القذافي والآن الآن هو تطلع لك أصوات يقول لك أن أفلان دولة ستتعامل باليوان الصيني أو تتعامل بالروبية ترى أولاً قيمتها محدودة ثانياً تأثيرها يعني شبه معدوم وبعدين أمريكا تقبل ضد منها ما يقال أستاذنا بس ترى روسيا الآن في الحرب الأوكرانية تمكنت من أن تتجاوز أزمتها الاقتصادية حسب ما تذكر المصادر بسبب اعتمادها على عملتها الوطنية وأيضاً عمله تكتل نقدي تتعرف حضرتك يعني بريكس اللي هو يضم الهند ويضم الصين وبالتالي ظهرت كتلة جديدة لماذا لا يمكن مقاومة الدولار؟ لحد البريكس ما ظهرت على الساعة بشكل القوي ولكن الصين وروسيا تتعامل تتعامل بعملتها الوطنية سعودية وإيران ومصر ولكن وين النتائج؟ هم كتلة يتعاملون بعملتهم دون الدولار يعني يظل ضيق يظل ضمن هذه الدول يظل اتفاقات ثنائية لكن باعتقاد هم ليش ومنه صاحب أكبر خزين دولاري يعني خارج نطاق الولايات المتال يصي اشتركوا في القناة